الله عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم الحمد لله الله يبارك فيكم مستعدون وبرك الله فيكم نعم شكرا لك الله طيب ما هو اللكاح لغة وشرعا نعم ذكرنا أن له عدة معاني منها العقد الذي يباح به الوطأ وكذلك الوطأ نفسه والضم وفي الشرع هو عقد يقتضي إباحة فرج بوطء وهو بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته إباحة إيش؟ إباحة الوطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته نعم ترجمة اللفظ الإنكاح والتزويج بلغة أفرأة إزاك الله خيرا بارك الله فيك هل يجوث للحر أن ينكحها أمه؟ نعم شكرا بارك الله فيك لكن بشروط منها عدم عجز الحرة أو عجز 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 نكاح الحرة نعم عدم ماذا؟ في المثل عدم الصداق الحرة لكن قلنا أعم من هذا يعني عجز نكاح الحرة العجز عن نكاح الحرة نعم 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 وهي شرط الثاني خوف العند وهي الزنا فالأصل هو عدم الجواز إلا إذا تحقق هذه الشرطة نعم طيب إن شاء الله نبدأ الدرس بارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين النكاح أركان ولأركان النكاح شروط فللنكاح أركان وهي زوج وزوجة وولي وشاهدان والصيغة المراد بالصيغة إيجاب وقبول إيجاب من الولي أو وكيله وقبول من الزوج أو وكيله من أركان النكاح الولي أو وكيله سعيح لن يبدأ الدرس من أحكام الخطبة طيب الخطبة بكسر الخاء هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة التماس أي طلب الخاطب النكاح من جهة المخطوبة هذه هي الخطبة وهي بكسر الخاطب ويجوث للرجل خطبة المرأة الخلية عن النكاح والعدة ويجوث أن تكون الخطبة تصريحاً أو تعريضاً ولا يجوث للرجل خطبة المتزوجة تصريحاً ولا تعريضاً لأنها مشغولة بزوجها والمشغول لا يشغل قال المسنف رحمه الله تعالى ولا يجوث للرجل أن يصرح بخطبة امرأة معتدة سواء كانت عدتها عن وفاة أو طاق بائن أو رجعي ولا يجوث للرجل أن يصرح بطلب النكاح من امرأة في عدة أي نوع كانت عدتها وهذا لمفهوم طول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وآكننتم في أنفسكم في هذه الآية أنه لا بأس في تعريض الخطبة للمرأة البائنة ومفهوم هذا أنه لا يجوث خطبة المرأة البائنة تصريحا فمن باب الأولى أن لا يجوث تصريح خطبة المرأة التي هي في عدة عن طلاق رجعي أو نحو ذلك والمرأة بالتصريح اللفظ الذي يكون نصا في إرادة تزويج واضحا في طلب النكاح كان يقول أريد أن أمكحك أو كقوله إذا حللت نكحتك والمرأة والمرأة بالتعريض اللفظ الذي يحتمل الرغبة في نكاحها وعدمها وعدم الرغبة كقوله رب راغب فيك هذا ليس صريحا في الخطبة كقوله إذا حللت فآذنيني يعلميني وكثنائه عليها مثلا كان يقول من يجد مثلك ونحو ذلك فهذا تعريض وليس بتصريح قال ويجوز أن يعرض لها بالخطبة وهذا إذا كانت معتدة من وفاة بالإجماع وكذلك إذا كانت في عدة طلاق بائن أو عدة فسخ أو ردة وذلك لعموم الآية ولأن سلطة الزوج انقطعت عنها إذا كانت في عدة وفاة أو في عدة إذا كانت بائنا بسبب طلاق بائن أو بفسخ أو ردة فلا سلطة للزوج عليهم ولهذا يجوز أن يعرض لها بالخطبة قد ذكرنا معنى التعريض أن يخاطبها بلفظ يحتمل أنه يريد نكاحها وعدم ذلك أنه لا يريد نكاحها أما إذا كانت المرأة معتدة رجعية في عدة طلاق رجعي فلا يجوز التعريض لها بالخطبة بإجماع العلماء لأنها لا تزال في حكم الزوجات لقول الله تبارك وتعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحا وتعريضا حكم خطبة الرجل الرجل فإذا جاز للرجل التعريض بخطبتها جاز لها كذلك التعريض بالقبول في جوابها وإذا لم يجوز للرجل التعريض بخطبتها فكذلك لا يجوز لها التعريض بالقبول في جوابها وكذلك حكم التصريح فإذا جاس للرجل أن يصرح بخطبتها جاز لها كذلك فإذا كان لا يجوس للرجل التصريح بخطبتها فكذلك لا يجوس لها التصريح بالقبول في جوابها وإذا جاس للرجل التعريض بخطبتها وكذلك يجوز لها التعريض بالقبول في جوابها قال رحمه الله تعالى وينكحها بعد انقضاء عدتها فأنا في حالة جواس التعريض بخطبتها لا يجوز له أن ينكحها وهي في العدة بإجماع العلماء فإنما جاس له التعريض بالخطبة ولم يجوز له نكاحها لأنها في عدة وقد قال الله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وكذلك لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة يعلم أنه خطبها غيره من الرجال وصرح له بالقبول لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وهو البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أما إذا لم يصرح للخاطب الأول بالقبول فيجوز له أن يخطبها وذلك لحديث فاطمة بنت قيس أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطبها معاوية وأبو جهم ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الرجلين لمرأة واحدة بوقت واحد وحمل هذا على أنه لم يصرح للأول بالقبول وهذا الدليل على أنه إذا لم يصرح للأول بالقبول أنه يجوس خطبتها أنه تجوس خطبتها وهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في أحكام استذان المرأة في تزويجها قال والنساء على ضربين على نوعين الأول الثيبات الثيبات جمع الثيب وليس المراد بالثيب هنا من تزوجت ثم توفي عنها زوجها أو طلقها وإنما المراد بالثيبة منزالت بكارتها بوطن سواء كان هذا الوطن عن نكاح أو عن غير نكاح الثاني الضرب الثاني أبكار وهي جمع بكر وهي من لم تزل بكارتها بوطن ولو مخلوقة بلا بكارة يعني حتى لو لم تكن لها بكارة وخلقت هكذا فإنها تعتبر بكرا وكذلك إذا زالت بكارتها بلا وطن كأن تسقط من مكان عال أو كأن يزيل بكارتها حيض ونحو ذلك فإنها تعتبر بكرا فالبكر هي التي لم تزل بكارتها بوطن فإذا كانت بكارتها باقية فهي بكر وإذا زالت بكارتها بغير وطن فهي كذلك بكر ثم شرع في بيان أحكام المتعلقة بالبكارة والطيوبة وقال فالبكر يجوز للأبي والجد والمراد بالجد هنا أب الأب وإن على عند عدم الأب يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح أي تزويجها من غير موافقتها وهذا إذا كانت غير بالغة جائز بإجماع العلماء يجوز للأبي والجد تزويجها من غير استئذانها إذا كانت غير بالغة إذا كانت بكرا غير بالغة وكذلك الحكم إذا كانت بالغة عند شافعية والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لا إذن لها والعلة في ذلك أن البكرة لم تمارس الرجال بالوطن هي شديدة الحياء لكن يصن ويستحب استئذان البكر البالغ العاقلة ويكفي في إذنها سكوتها لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح الأيم هي الثيب لا تنكح الأيم هي الثيب حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وإنما يجوز للأبي والجدي إجبار البكر بشروط الشرط الأول أن تزوج بكفء برجل كفء والثاني أن تزوج بمهل مثلها حالا بالنقد للبلد والثالث أن لا يكون بين الولي وبينها عداوة ظاهرة والرابع أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة أو باطنة والخامس أن لا يكون الزوج معسرا في المهض ولا يجوز لغير الأبي والجد من الأولياء تزوج بكر إلا بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتية في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها والثيب العاقلة البالغة لا يجوز لوليها ولو كان أباها أو جدها تزوجها إلا بإذنها إجماعا إذا كانت ثيبا بالغة ولا بد في إذنها من نطقها لا يعتبر سكوتها إذنا قال بعد بلوغها وإذنها فالثيب لا يجوز تزوجها إذا كانت مجنونة أو كانت صغيرة غير بالغة وإنما يجوز تزوجها بعد بلوغها لأنه يشترط في تزوجها إذنها ولا إذن لها ولا عبرة بقولها قبل بلوغها لأن عبارتها غير معتبرة شرعا بل هي ملغات قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في المحرمات نكاحهن من النساء أي النساء التي يحرم على الرجل نكاحهن وهذا التحريم يكون بسبب نصب أو رضاع أو سهارة قال والمحرمات يعني المحرم نكاحهن لقرابة أو رضاع أو مساهرة بالنص بكتاب الله تعالى أربع عشرة ثلاثة عشرة منهن تحريمهن مؤبد واحدة تحريمها مؤقت أما المحرمات تحريما مؤبدا على ثلاثة أقسام وهذا التقسيم بحسب ساب التحريم لأن ساب التحريم قد يكون قرابة وقد يكون رضاعا وقد يكون سهارة القسم الأول من المحرمات تحريما مؤبدا المحرمات بالقرابة يحرم على الرجل نساء القرابة كلهن إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة جميع النساء القرابة هذا ضابط في هذا الفصل جميع النساء القرابة محرمات على الرجل إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة أي من كانت بنت عمه أو عمته أو بنت خاله أو خالته وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالتفصيل فقال رحمه الله سبع أي محرمات بالنسب وهن الأم وإن علت من جهة الأم أو من جهة الأب فكل أنثى ينتهي نسب الرجل إليها بالولادة ولو بواسطة فهي أمه وهي محرمة عليه سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم والثانية البنت وإن سفلت سواء من جهة الأبناء كبنت الإبن أو من جهة البنات كبنت البنت والضابد في ذلك أن كل أنثى ينتهي نسبها إلى الرجل بالولادة ولو بواسطة فهي محرمة عليه كل أنثى ينتهي نسبها إلى الرجل بالولادة بسبب الولادة سواء عن طريق الإبن أو عن طريق البنت ولو بواسطة أي كانت تكون بنت الإبن أو بنت البنت أو بنت ابن الإبن وهي محرمة عليه والثالثة الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ولو من الزنا ولو كانت بنته من الزنا فهي محرمة عليه والرابعة العمة وهي كل أخت ذكر ولدك فأخت كل ذكر ينتهي إليه النسبك سواء كان أباك أو جدك من جهة الأب وإن على هي محرمة عليك فأخت أبيك وهي عمتك محرمة عليك وكذلك أخت جدك من جهة الأب فهي عمتك وهكذا وإن على ويشمل هذا الحكم عمة الأب وعمة الأم وإنت بعدت والخامسة الخالة وهي كل أخت أنثى ولدتك فأخت كل أنثى ينتهي إليها نسبك هي محرمة عليك والسادسة بنت الأخ بنت أخيك سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم والسابعة بنت الأخت من جميع الجهات سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم وكذلك بنات أولادهما وإن سفلنا والدليل تحريم هذه الصبر قول الله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وقد أجمع العلماء على تحريم جميع من نكرنا ولا خلاف في شيء من ذلك فهؤلاء محرمات بالقرابة أو بساب النسب وهن السبع والقسم الثاني من المحرمات المحرمات بالرضاع وهن نظير جميع المحرمات بالقرابة والسهارة فكل من حرمت عليك بساب القرابة فهي تحرم عليك بساب الرضاع فكل من حرمت عليك بساب السهارة فهي محرمة عليك بساب الرضاع كذلك والمذكور في القرآن من المحرمات بالرضاع اثنان لهذا قال المصنف رحمه الله واثنتان من المحرمات بالرضاع فقط وهما الأم المرضعة ولو بعدت وهي من أرضعتك أو أرضعت من ولدك أو أرضعك أو ولدت من أرضعك أو ولدت من أرضعت أبا رضعت من لبنه لقوله تعالوا ومهاتكم لا تأرض عنكم ولقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل والأم تحرم بالقرابة وكذلك تحرم بالرضاع والثانية الأخت من الرضاع لقوله تعالى واخواتكم من الرضاع وكذلك الحديث يدل على تحريم الأخت من الرضاع من ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله والحادثات كذلك بعده أخوات له وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمة المرضعة والأخت من الرضاع لأنهن مذكورات في القرآن الكريم أي ثبت تحريمهن بنص القرآن لكن القاعدة العامة في هذا الباب أن كل من حرمت عليك بسبب القرابة أو بسبب السهارة فإنها تحرم عليك بسبب الرضاع لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والقسم الثالث وهن المحرمات بصاب المساهرة قال المصنف فيهن وأربع محرمات بالمساهرة الأولى منهن أم الزوجة وإن علت سواء كانت أما لزوجتك بالنسب أو بالرضاع وصواء دخل الرجل بالزوجة أم لا فأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها في قول الله تعالى ومهات نسائكم الثانية الربيبة وهي بنت الزوجة وبنات أبنائها وبنات بناتها من زوج قبله أو بعده من نسب أو رضاع وإن نزل فإنما تحرم بنت الزوجة بشرط ذكره المسنف رحمه الله تعالى حيث قال إذا دخل بالأم فإذا عقد الرجل بالأم فإن بنتها لا تحرم عليه بمجرد العقد وإنما تحرم البنت بالدخول فإن لم يدخل بالأم لم تحرم الربيب لقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم ولا يشترط أن تتربى في حجره فهي تحرم وإن لم تكن في حجره وإنما ذكر الحجر في الآية جريا على الغالب لأن الغالب في الأمر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها الثالثة زوج الأب زوجة الأب وإن على الأب وزوجة الأب تحر بمجرد العقد بمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها إجماعا والمراد بالأب هو ما سبق هو كل ذكر ينتهي نسبك إليه بالولادة ولو بواسطة من جهة الأب أو من جهة الأم بقول الله تعالى وَلَا تَنْكِحُمَ مَا نَكَحَ أَبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إنه كان فاحشة ومقة وساء السبيل وسواء كان بنصب أو رضاع وتحرم زوجات الأب من الرضاع وإن على قالوا الرابعة زوجة الإبن وإن سفل الإبن فزوجة الإبن تحرم بمجرد العقد ولا يشترط في تحريمها الدخول بها والمراد بالإبن هنا كل ذكر ينتهي نسبه إليك من جهة الذكور ومن جهة الإناث القول تعالى وحلائل وأبنائكم وسواء كان ابنا له بنصب أو بالرضاع وأما قول تعالى الذين من أصلاب بكم فإنما ذكر هذا القيد لإخراج الإبن بالتبني وهذا كان معهودا في الجاهلية وليس هذا القيد إخراجا للإبن بالرضاع فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ومن الأحكام المتعلقة بهذا الفصل أن حرمت بالعقد الصحيح بالنكاح الصحيح تحرم بالوطي في نكاح فاسد أما المحرمات فهؤلاء محرمات تحريما مؤبدا أما المحرمات تحريما مؤقتا فمنهن التي لا يجوز الجمع بينهن وتجوز كل واحدة منهن منفردة والضابد في ذلك أن كل امرأتين أو كانت إحداهما ذكرا حرمت على الأخرى للنسب أو رضاع حرم الجمع بينهن كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وأختها فلو كانت إحداهن ذكرا حرمت على الأخرى وهؤلاء تحريمهن تحريم المعقد إنما يحرم الجمع بينهن أما إذا طلق الأولى أو توفيت فإنه يجوز له من ينكح الثانية أو الأخرى قرار رحمه الله تعالى واحدة تحرم من جهة الجمع وهي أخت الزوجة فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها بإجماعا سواء كانت أختا شقيقة أو من أب أو أم أو أختا بصاب الرضاع حتى لو رضيت أختها بالجمع يقول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف قال وإنما قال وواحدة من جهة الجمع مع أن المحرمات بسبب الجمع أكثر من واحدة إنما قال واحدة لأن الواحدة هي المنصوصة في القرآن ولهذا ذكر المحرمات بسبب الجمع المذكورات في السنة فقال ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إجماعا وبالنص لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الثانتين ممن ذكر حتى يطلق الأولى وتبين منه فلا يكفي الطلاق وإنما يشترط مع الطلاق أن تبين منه أن تنتهي عدتها منه فلو طلق مثلا امرأة فتزوج أختها والمرأة لا زالت في العدة فإن هذا النكاح فاسد فأن المعتدة الرجعية في حكم الزوج قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النصر هذا ضابد عام لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النصر قولي إن الرضاعة تتحرم ما يحرم من الولادة يحرم من النصر بالرضاعة مثل ما يحرم منهن بالولادة والسهار تأبيدا وجمعا وذلك لعوم الحديث بناء على ذلك فجملة المحرمات بالرضاع تأبيدا إحدى عشرة مرأة الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن وبنت الزوجة المدخول بها على تفاصيلها المذكورة في هذا الفصل ثم شرع المصنف رحمه الله وتعالى في بيان العيوب التي يفسخ بها النكاح والنكاح في الأصل عقد يراد به للدوام إذا ثبت تم العقد لا يجوز ولا يمكن لأحد العاقدين رفعه ولا إزالته إلا في الحالات التي أذن بالفسخ الشر ذلك الطلاق والخل وهناك أمور أذن شارع فسخ النكاح بها قال المصنف رحمه الله وترد المرأة أي الزوجة ولا قال ترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب أي لا يفسخ النكاح إلا بخمسة عيوب أي بواحدة من خمسة عيوب العيب الأول الجنون فيفسخ النكاح المرأة بالجنون إذا أصبحت المرأة الجنون فلزوجها فسخ نكاحها والفسخ يختلف عن الطلاق أحكاما وحقيقة ومثل الجنون الصرع إذا أصبحت مصروعة تسرع وألحق شافعي الخبل بالجنون أما الإغماء فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح ولو دام قال والثاني والجذام بالدال وهو مرض يحمر بسببها العضو المصاب ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر وهو من الأمراض المعدية والثالث وجود البرس هو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم وليس في حكمه البعق وما يغير الجلد من غير إذهاب دمه فلا يثبت به الخيار والصاب في ثبوت الرد بهذه العيوب أنها تشوش النفس وتمنع كمال الاستمتاع والمقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع ما يمنع كمال الاستمتاع يكون سببا لفسق النكاح يكون عيبا يفسخ به النكاح قال والرابع وجود الرتق الثلاثة الأولى متعلقة الرجل والمرأة أما الرابع والخامس فمتعلقان بالمرأة من عيوب النساء وليس من عيوب الرجال قالوا بوجود الرتق والمراد بالرتق إنسداد محل الجماع باللحم بوجود القرن وهو إنسداد محل الجماع بعض وهذان العيبان يمنعان المقصود الأعظم من الزواج وهو الوطن ولهذا ثبت للزوج الخيار في فسق النكاح وإمضائه وتركه على حاله وليس للزوج إجبارها على شق على شق الموض أو إجراع عملية لكن إن شقته بنفسها وأمكن الوطء بعد ذلك ولا خيار للزوج لأن العيب قد زال قال ولا يرد الرجل أي لا يفسخ نكاح الرجل إلا بخمسة عيوب قال ويرد الرجل بخمسة عيوب ولا يشترط اجتماعها فإنما المراد فسق النكاح بواحد منها قال بالجنون والجدام والبرص فهذه ثلاثة مشتركة من الرجال والنساء قال والجب والمراد بالجب قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة إذا قطع الذكر والباقي منه قدر الحشفة أو أكثر فإن هذا القطع لا يبيع فسق النكاح وإنما يبيع فسق النكاح قطع الذكر بالكلية أو قطع بعضه مع أن الباقي منه دون الحشفة إن بقي منه قدر الحشفة فلا خيار في هذه الحالة قال والعنة وبوجود العنة والمراد بالعنة عجز الزوج على الوط في القبل لعدم انتشار عضوه لضعف في قلبه أو في آلته لأن الجب والعنة يمنعان المقصود الأعظم النكاح والوط فلو وطع ولو مرت الواحدة وطل حكم العنة ولا فسق لها في هذه الحالة عند عامة العلماء ويشترط في الفسق بالعيوب المذكورة الرفع فيها أي رفع القضية إلى القاضي ولا يجلس فسق النكاح بها بدون قضاء قاض لأنها أمور مجتهد فيها فأشبهت الفسق بالعسار وهذه العيوب يفسخ بها النكاح حالا حالا إلا العنة فالعنين يضرب له السنة أي عاما ينتظر وذلك الاحتمال سحته في هذه السنة وإنما يفسخ النكاح بهذه العيوب إذا لم يعلم بالعيب الطرف الفاسق عند العقد فإن عالم بالعيب عند العقد فلا خيار له إجماعا لأنه رضي بهذا العيب ولا يفسخ العقد بعيب رضي به العاقد ورحمه فصل وهذا الفصل في أحكام الصداق الصداق بفتح الصاد أفصح من كسرها والكسر الجائز مشتق من الصدق بفتح الصاد هو رغبة الرجل في النكاح وشرعا اسم لمال وجب على الرجل بسبب نكاح بسبب نكاح أو وطء أو موت أو تفويت بضع قهرا فما يجب الصداق على الرجل أعم من النكاح بل أسباب وجوب الصداق كثيرة أولها وأصلها النكاح فالنكاح يجب على الرجل الصداق للمرأة وكذلك مما يجب الصداق على الرجل الوطء والأمراد بالوطء الوطء في شبه فإذا وطع الرجل امرأة إجامعها بشبه فيجب عليه لها مهر المثل وكذلك إذا جامعها في عقد فاسد كأن يتزوجها بغير ولي فإذا جامعها بهذا العقد الفاسد فإنه يجب لها عليه الصداق وكذلك من أسباب وجوبه تفويت بضع قهرا فإنه إذا فوت إنسان على الزوج بضع زوجته أي حرمها عليه فإنه يجب عليه على المفوت الصداق وذلك كما لو تزوج الرجل بصغيرة دون عامين أي في سن الرضاع فأرضعتها زوجته الكبرى خمسة رضاعات متفرقات دون الرضاع فإنه ينفسق النكاح بالإثنتين لأن الصغيرة تكون بنته من الرضاع والكبيرة تكون أمة زوجته من الرضاع ففي هذه الحالة يجب على المرضعة نصف مهر مثل الصغرى للزوج ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان المهر المسمى صحيح وإلا فنصف مهر المثل أما إذا أرضعت الكبرى الصغرى بالرضاه فلا يجب عليها له شيء فأن من شروط التفويت يكون قهرا هنا البضع لم يفوت عليه قهرا بل بالرضاه واختياره وكذلك من التفويت رجوع الشهود فإذا شهد الشهود بطلاق بائن أو رضاع المحرم أو لعان ففرق القاضي بينهما بسبب هذه الشهادة ثم رجعوا عن الشهادة فيلزمه مهر المثل كله للزوج ولو قبل الدخول وهذا إذا لم يصدقهم الزوج أما إذا صدقهم فلا غرم له عليهم هذه أسباب إيجاب المهر على الإنسان فالمهر إذن اسم لمال أو منفعة واجب على الرجل بالنكاح بسبب النكاح أو وطء قد بينا المراد بالوطء هنا أو موت أو تفويت بضع قهرا والأسل فيه الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال رحمه الله ويستحب تسمية المهر في النكاح في عقد النكاح اقتدام برسول الله فإنه لم يعقد إلا بمهر مسمى ولأن تسمية المهر في عقد النكاح أدفع للخصومة ولألا يشبه النكاح النكاح الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وفهمنا من قوله ويستحب تسمية المهر في النكاح أنه لا يجب تسمية المهر عند عقد النكاح فيجوس النكاح مع سكوط عن المهر لأن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع والاستمتاع والاستمتاع حاصل بدون ذلك خلاف البايع فإن المقصود فيه المبادرة والمعاوضة فإن لم يصم المهر في عقد النكاح هو جائز المراد المراد بالتفويض السكوط عن المهر في عقد النكاح فإذا سكت عن المهر في عقد النكاح فبما يجب المهر قال وجب المهر للمراد بثلاثة أشياء بأحد ثلاثة أشياء الأول أن يفرضه الزوج على نفسه واترض الزوجة بما فرضه كان المهر مسكوط العهن في عقد النكاح لكن الزوج فرض على نفسه للزوجة قدرا معينا من الصداقة يقول له مثلا جعلت صداقك ألف دولار وترض الزوجة بما فرضه سواء كان ما فرضه زائدا على مهر المثل أو ناقصا لأن الحق في تقدير الصداق للزوج والزوجة أما إذا لم ترضى الزوجة بما فرضه الزوج فلا يصح فرضه ولا يقبل وللزوجة التي سكت عن صداقها في عقد النكاح حبس نفسها أي امتناعها من الزوج ليفرض لها فلا أن تقول أن أن تمتنع حتى يفرض لها الصداق وذلك لتكون على بصيرة من تسليم نفسها الثاني أو يفرضه الحاكم على الزوجة عند اختلاف هما الصداق كان مسكوتا عنه في عقد النكاح واختلف الزوجان في فرضه أي في تقديره وفي هذه الحالة يرجع العمر إلى الحاكم فإذا فرض الحاكم على الزوج قدرا معين من الصداق وجب عليه ما فرضه الحاكم وليس له أن يفرض إلا مهر المثل وليس للحاكم أن يفرض أكثر من مهر المثل أو أقل من مهر المثل ولابد أن يكون ما يفرض الحاكم حالا بالنقض البلد وعند فرض الحاكم للصداق لا يشترض رض الزوجين بما فرضه الحاكم بل يلزم الكارهة منهما ما فرضه الحاكم والثالث أو يدخل الزوج بها إذا كان الصداق هذه الحالات كلها تتعلق بحالة السكوت عن الصداق في عقد النكاح إذا كان الصداق مسكوتا عنه في عقد النكاح سكت عنه ولكن الرجل دخل بالمرأة قبل فرض الصداق من الزوج أو الحاكم فيجب له في هذه الحالة مهر المثل لأن وطأ بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وصلى عليه لهذا لا يسقط المهر بتراضي الزوجين وما المراد بمهر المثل مهر المثل قدر يرغب به في مثلها عادة واعتماده الأعظم على النسب ويرعى فيه البلد والسن والعقل والعفة والجمال والفصاحة والعلم والشرف وغير ذلك من السفات التي يختلف بها الغرض ومهر المثل هو القدر الذي يرغب في مثلها في النسب والبلد والسن والعقل والعفة والجمال والعلم والشرف وغير ذلك وكذلك يجب مهر المثل للزوجة إن مات أحد الزوجين قبل فرض النكاح وقبل الوطن إذا توفي الرجل قبل فرض الصداق وقبل الوطء وجب للمرأة مهر المثل ذلك الحديث بروع من تواشق أنها تزوج ترجلا فمات قبل أن يدخل بها وقضى لها رسول الله بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة وهذه الحالة تختلف عن حالة الطلاق ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يسح أن يكون مهرا فقال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد الضابض في هذا الفصل أن كل ما صحى كونه مبيعا صحى كونه صداقا كل ما جاز بيعه جاز جعله صداقا وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد معين لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل التمس لو خاتم من حديد أما في الكثرة فلقوله تعالى وآتيتم إحدهن قنطارا ولكن يصن عدم زيادة على خمسمائة درهم خالصا وكان صداق النبي لأزواجه ثمت عشرة وقية والنش والنش نصف وقية تلق خمسمائة درهم فالبركة في الصداق القليل ويجوس أن يتزوجها على منفعة المعلومة فكما يصح أن يكون الصداق مالا يصح كذلك أن يكون الصداق منفعة ولهذا قال المصنف ويجوس أن يتزوج على منفعة المعلومة كتعليمها أو تعليم ولدها القرآن أو غيره من العلوم أو العمل في مالها القول تعالى قال إني أريد أن أمكحك أحد ابنتين هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج وهذا وإن كان في شرع من قبلنا فإنه قد ورد في شرعنا ما يؤيده وقوله عليه الصلاة والسلام وقد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية زوجتكها فعلمها من القرآن وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أسباب السقوط السقوط الصداقة قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر إذا طلق الرجل المرأة التي سمي مهرها في عقد النكاح إذا طلقها قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى سواء سمي المهر في عقد النكاح أو فرضه الزوجة أو فرضه الحاكم فإذا طلق هذه المرأة سقط نصف مهرها المسمى قول تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أما إذا طلقت المرأة قبل الدخول وكان المهر مسكوتا عنه في عقد النكاح فلا مهر لها إجماعا يعني لم يسمي لها مهرا في عقد النكاح ولم يفرض لها مهرا بعد ذلك وكذلك لم يفرض لها الحاكم مهرا ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ولكن تجب لها المتعة لقول تعالى لا جنع عليكم إن طلقتم نصى ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أما المطلقة بعد الدخول فيجب لها كل المهر المسمى فإن لم يسمى المهر فيجب لها مهر المثل ويجب لها أيضا فوق ذلك المتاع لعم قول تعالى وللمطلقات المتاع بالمعروف حقا على المتقين الله سبحانه وتعالى علم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله خير شاكنا بارك الله فيكم عندي سؤال نعم بنسبة المهر المثل هل هذا المهر المثل يعني مثل أخواتها أو يرجع يعني إلى العادة يعني مهر نسائها أظن أنك مهر نسائها المراد بمهر المثل هو ما يدفع مهرا لمثيلاتها من نساء عصباتها يعني أننا ننظر إلى شقيقات هذه المرأة كم كان مهرهن ونعطي لهذه المرأة ذلك المقدار مع مراعاة ما تميزت به عن غيرها بجمال أو علم أو سن ونحو ذلك ومن يرتفع لذلك مهر المرأة بين النساء نعم والمراد بالنسائهن يعني نساء عصباتها ليس يعني نساء بلدها مثلا ولو لم يكن من عصباتها بارك الله خير تهمت بارك الله فيكم الله يبارك بارك الله فيك شيخ إنساء تفضل بارك الله فيك السؤال هذه الرضاعة يعني لها مدة معينة مثلا لو رضعت امرأة أجنبية مرة واحدة لحاجة مثلا هل تسبع هذه المرأة أخت في الرضاعة هل تحرم نكاحها الرضاعة ستأتي أحكامها ستأتي أحكامه بإذن الله سبحانه وتعالى وله الشروط في عدد الرضاعات وفي سن الرضاع ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيك والسؤال الثاني حكم تسمية مهر غير مهر المتفق المتفق عليه مثلا لأجل عرف الناس تسمية المهر الأعلى ممن اتفقتم عليه كيف يعني سعيد سوى البركة أن تسمى المهر ما هي صورة المثلة يعني تجد عندنا بعض الناس تسمون المهر غير المهر ما اتفقت علي يعني اتفقوا مثلا على ألف دولار ولكن يظهرون ويسمون مهر أعلى مما اتفق عليه يعني لأجل الناس مثلا أو لأجل لا يقول الناس يعني أنه تزوج هذا مهر يعني قليل كذا إذن السؤال يعني ما الذي يجب هل الواجب على الزوج ما اتفق عليه أو ما صمي في العقد لا ذن السؤال كذا الواجب يجب قضاء هو ما صمي في العقد يعني هو الذي يشهد عليه الشهود فإذا اختلف مثلا ودعى الرجل أنه اتفق مع المرأة على صداقنا قل مما صمي ودعت المرأة أنه لا وجود لذلك فيقضى لها ما صمي في عقد النكاح وشهده الشهود أما دينا فالواجب هو ما اتفق عليه وهذا مما يسبب الاختلاف ولا ينبغي مثل هذا ولا ينبغي للإنسان أن يراعي كلام الناس في نكاحه وإنما يرضي الله سبحانه وتعالى ويبني أموره على حالته ويذكر في عقد النكاح المهر المتفق عليه قليلا كان وكثيرا وليست قلة الصداق عيبا فلو كان عيبا فكان عيبا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبناته وليس هذا عيبا فيهن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى العيبا للنسائه وبناته كذلك ولو كانت كثرة الصداق كرامة لكان صداق زوجات النبي والنسائه أكثر الصداق في الدنيا كما قال عمر رضي الله عنه وكثير من الشباب والشابات يعتبرون في أمورهن الخاصة كالنكاح نظر الناس وكلامهم وهذا يسبب لهم التكلف الذي لا ينبغي في الشرع وكذلك يسبب لهم الوقوع فيما يكون صابا لاختلافهن ربما صابا للتفرق فمثل هذا لا ينبغي بارك الله فيكم بارك بارك فيك الله خير الله خير شيخنا أشخل تصوير مسألتين شيخ نعم أولها من الأول من درس السابق وهو لأنكم ذكرتم أن البنوة لا يدخل في باب الولاية إلا إذا كان عاصبا لأمه نعم فأشكل علي تصوير كيف يكون الابن عاصبا لأمه لأنه قد يكون ابن عمها أليس ابن العم ولد العم أليس من العصر صابا فتصوير المسألة كأن زوجت المرأة عمها فلما ولدت له يكون ابنها ابن عم لها هل هذا هو التصوير لا تزوجت ابن عمها تزوجت ابن عمها نعم المرأة مثلا تزوجت تزوجها ابن عمها فولدها يكون من عصبتها تزوجت جزاك الله ولد عمها شقيق ولد عمها لأب فولدها منه أو ابنها منه يكون من عصبتها فإذا لم يكن هناك عاصب آخر أقرب إليه منها أقرب إليها منه فإنه يزوجها بالتعصيب لا بكونه ابنها جزاك الله خير فهمت الأكل جزاك الله فيك وأنا ألتقي بالله تعالى على خير ترجمة نانسي قنقر